موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي بناتي جميع الطلاب في مصر والوطن العربي النهاردة ان شاء الله بعمل معاكم درس مهم جدا وهو درس مطلوب في كل الدول العربية وفي مصر اللي هو ازاي انا اوزن المعادلة الكيميائية ازاي اتعلم وزن المعادلة الكيميائية بطريقة بسيطة وسهلة الاول خالص انا عاوز اقول ايه هي المعادلة الموزونة بص معايا كده على المثال اللي انا هبدأ به الاول مثال بسيط جدا عشان افاهمك ما المقصود بالوزن وايه هو وزن المعادلة لو انا جبت مثلا اللي هو السي اللي هو كربون خليته اتحد مع الاكسوجين اللي هو او تو وسخنت اللي اتنين كده بالحرارة هيكون الناتج غاز اسمه غاز ساني اوكسيد الكربون اللي هو سي او تو يعني ايه وزن بقى المعادلة بص كده معايا المعادلة اللي قدامك دي بتتكون من جزء هنا على اليسار وانت بتبص كده على الفيديو وجزء تاني على اليمين وبيفصل بينهم السهم اللي في النص ده اللي عليه شروط التفاعل دي المعادلة الكيميائية طيب الجنب اللي على الشمال ده اللي هي عبارة عن المواد المتفاعلة والمواد المتفاعلة لازم يكون عدد الزرات بتاعتها في الجنب اللي هو الشمال ده بيساوي عدد الزرات اللي موجودة في الجنب اليمين يعني علشان يبقى كأنه ميزان يعني كأن دي كده كفة ميزان ودي كده كفة ميزان وده كده الفاصل ما بينهم تعالي نعد مع بعض كده زرات الكربون اللي هي السي في الجنب الشمال اللي قدامك دوت حنلاقي زرات الكربون واحدة سي واحدة قدامك هي مفيش جنبها أرقام ولا أي حاجة طيب تعالي بص الناحية التانية كده حتلاقي فيه سي واحدة كمان هي يبقى كده عدد زرات الكربون على يسار المعادلة الكيميائية بيساوي عدد زرات الكربون على يمين المعادلة الكيميائية طيب تعالي نشوف كده الاكسوجين كم زرة الاكسوجين اللي هو أوتو عبارة عن زرتين هم قدامك اتنين أو طيب والناحية التانية موجودة عندك اتنين أو برضو وفي هذه الحالة بنعلن أن هذه المعادلة الكيميائية متزنة يعني عدد زرات العناصر المتفعلة بيساوي عدد زرات النواتج وبالتالي ده المقصود دي عملية وزن المعادلة أحيانا بتجي لمعادلات كيميائية ببقى أنا عايوز أوزنها مثلا معادلة زي دي كده اللي هو عبارة عن أول أكسيد الكربون لما هيتحد مع الأكسوجين اللي هو أوتو في وجود الحرارة على السهم دوت هيكون الناتج غاز اللي هو ساني أكسيد الكربون طيب هنوزن إزاي هنعمل طريقة سهلة جدا وبسيطة هناخد كده عدد زرات الكربون اللي على الجنب الشمال هعمل كده الكربون تحت منها وحط نقطتين كده فوق بعض وبعدين أعمل الأكسوجين تحت منه وحط نقطتين كده تحت بعض واجه النحط تانية عندي برضو كربون وأكسوجين هروحات كربون كده تحت بعضيهم والأكسوجين برضو تحت منه بالمنظر ده تعال نشوف كده عدد زرات الكربون في الجنب دوت كم زر قدامك واحدة هروح كاتب هنا واحد طيب كم زرات أكسوجين هادي اتنين أهم زائد واحدة هي يبقى مجموعهم كام مجموعهم تلاتة يبقى عندي كده تلات زرات من الأكسوجين في الجنب الشمال طيب تعالى في الجنب اليمين كم زرات كربون واحدة كم زرات أكسوجين قدام منك أهم عندك زرتين من الأكسوجين بص كده الكربون هنا والكربون هنا موزون قدامك واحد وواحد لكن المشكلة في مين بقى في الاكسوجين هنا ثلاثة وهنا اتنين طيب انا هنا لو جيت حطيت اتنين في الحتة ديت كده الاثنين دي هتبقى مضروبة في السي وهتبقى مضروبة في الاوتو طيب اتنين في السي هتبقى اتنين سي يبقى ديت هشتوبها كده واعمل اتنين كربون هنا طيب واثنين في اتنين اكسوجين يعملوا كام؟ يعملوا اربعة يبقى دي عشتوبها ويبقى دول كده كام؟ اربعة طيب الجنب ده في كام؟ فيه تلاتة طيب بس هنا الكربون عندك كام هو اتنين سي هروح جاي ضارب هنا برا في اتنين بقى عند الكربون اتنين في السي هيبقى هنا بدل الواحدة بقى اتنين يبقى الكربون كده اصبح موزون السي باثنين والسي باثنين طيب يتفضل الأكسوجين 2 في الأو ب2 أو ومعاك 2 هم يبقى 4 أو يبقى هاشتوا بالتلاتة وحط هنا كده ايه 4 الله ده بقى عندي 2 كربون 4 أكسوجين في الجنب الشمال 2 كربون و4 أكسوجين في الجنب اليمين اذا المعادلة اصبحت موزونة نشوف معادلة تانية اللي هي تفاعل النايتروجين مع الهايدروجين H2 في وجود شرر كهربي ويديني نشادر NH3 هنعمل نفس الكلام عندي هنا هعمل النايتروجين وهو وهعمل الهايدروجين اللي موجود هنا والنحط تانية اعمل النايتروجين والهايدروجين كم نايتروجين هنا اتنين احط اتنين اهم كم هيدروجين هنا احط اتنين اهم كم نايتروجين هنا واحدة بس احط واحد هي واحدة قدامك طيب وكم هيدروجين دول ثلاثة هيدروجين طيب انا عندي دلوقتي اثنين نيتروجين واحدة هنا نيتروجين يبقى هاجي هنا قصاد النايتروجين وحط اثنين برة لما حط اثنين برة اضربها في الان تبقى باثنين ان يبقى هاشتوب دي كده تبقى اثنين وبعدين اضرب الاثنين في ثلاثة اتش هيبقوا ستة يبقى هاشتوب الثلاثة واعمل ستة طيب تعالى بقى هنا عندك اتنين نيتروجين اهم واتنين نيتروجين اهم يبقى الناتروجين اتوازن في الجنبين اتوازن في الجنبين طب الهيدروجين هنا اتنين وهنا ستة يبقى فاضل له كام عشان يبقى ده ستة اضرب فيه تلاتة يبقى تلاتة فيه اتنين هتساوي كام هتساوي ستة يبقى عدد زرات الهيدروجين بقى موزون في الجنبين وعدد زرات الناتروجين اتوازن معايا يبقى المعدلة دي أصبحت موزونة ونشوف مثال تاني معانا علشان نعرف نتعلم وزن المعدلة والمعدلات هتبقى أصعب بالتدريج لو أنا جبت مثلا اللي هو الزينون وخليته يتفاعل مع الفلور اللي هو F2 علشان يدي اللي هو XEF6 طيب عوزن المعدلة دي ازاي نفس الكلام اللي عملته هعمل كل جنب كده تحت منه ادي اللي هو الزينون واعمل نقطتين كده وادي الفلور واعمل نقطتين كده الزينون عندك كم واحدة؟ عندك واحدة والفلور هنا كم؟ عندك اتنين طب تعال النيحة التانية الزينون عندك برضو واحدة يبقى الزينون واحدة لكن الفلور اللي F عندك كم؟ عندك ستة تمام كده؟ طيب اوزنها ازاي المعدلة دي؟ أنا عندي هنا الفلور اتنين وهنا ستة لو جيت حطيت هنا تلاتة بقت تلاتة في ال F2 بستة F يبقى تلاتة في اتنين بستة يبقى هنا عندي الزينون موزون في الجنبين والفلور أصبح موزون في الجنبين يبقى أصبحت كده المعادلة موزونة ونشوف مثال تاني مع بعض لو أنا خدت الفضة اللي هي A G خلتها تتفاعل مع ال H2S اللي هو كابريتيد الهايدروجين علشان يديني A G2S زائد H2 هنطبق الشغل اللي احنا شغالين عليه أدي الفضة اللي هي A G وأعمل نقطتين كده وأدي اللي هو الهايدروجين اللي هو ال H تاني واحد عندي أهو وبعدين الكابريت التالت أعمل كده إيه ال S تحت منه كده بالمنظر ده طيب أنيجي ناحية تانية عندك الفضة A G أحطها تحت منها عشان أعد عدد الزرات وبعدين الكابريت الهايدروجين هو عشان يبقى صاده وبعدين الكابريت في الآخر اللي هو A S بالمنظر ده تعال نعد كده عدد زرات الفضة في الجنب الشمال هنلاقي واحد فضة بس هو تيبقى هكتب هنا واحد عدد زرات الهايدروجين قدام منك هي كم؟ اتنين يبقى هنا اتنين عدد زرات الكابريت كم؟ واحد يبقى هنا واحد حاجة ناحية تانية كم واحدة فضة دول؟ اتنين أحط هنا اتنين كم واحدة كابريتة هي؟ يبقى واحد يبقى واحد كابريت كم واحدة هيدروجين؟ يبقى اتنين يبقى ال H هنا اتنين بص هنا الكابريت عندي موزون والهايدروجين عندي موزون يعني الاتنين قد بعض لكن المشكلة عندي في الفضة الفضة هنا اتنين وهنا واحد يبقى هاجي بره خالص كده يبقى اتنين في الفضة هروح جاي شاطب الواحد وحط ايه اتنين واصبحت المعادلة كده موزونة بكل سهولة ونكمل مع بعض كده معادلة تانية اخرى وكل شوية المعادلات هتكبر معانا علشان نتعلم اكتر هجيب الكي او اتش اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم هخليه يتفعل مع ثاني اوكسيد الكربون سي او تو علشان يديني كي تو سي او سري زائد المية اللي هي اتش تو او يلا بينا نطلع كل حاجة لوحدها هعمل هنا الكي اللي هو البوتاسيوم وبعدين الاكسوجين اللي هو الاو وبعدين الهايدروجين اللي هو الاتش وبعدين فاضل مين الكربون اللي هو السي طب نيجي الناحة التانية عندنا البوتاسيوم اهو كي موجود عندنا الاكسوجين او موجود عندنا الهايدروجين موجود عندنا الكربون موجود ويلا نعد زرات كل واحد فيهم في الجنبين البوتاسيوم هنا زي ما انت شايف عندك واحدة بس يبقى واحد الاكسوجين اتنين هم مع واحدة هي يبقوا تلاتة الهايدروجين واحدة هي يبقوا واحدة الكربون واحدة بس هي يبقى هنا واحدة تعال الناحة التانية البوتاسيوم زي ما انت شايف عنده كام اتنين يبقى هعمل اتنين الكربون سي واحدة يبقى هعمل واحدة الهايدروجين هنا عندك اتنين اهم يبقى الهايدروجين اتنين الاكسوجين تلاتة هنا وواحدة هناك هي يبقى عددهم كام اربعة طيب بصي شوفين اللي موزون وين اللي مش موزون الكربون زي ما انت شايف السي هنا واحدة وهنا واحدة إنما الهيدروجين واحدة والهيدروجين هنا اثنين الأكسوجين هنا ثلاثة والأكسوجين هنا أربعة البوتاسيوم هنا واحدة والبوتاسيوم هنا اثنين لما لاقي عندي حاجة زي كده باجي على البوتاسيوم اللي هو هنا اثنين باجي نحط تانية هنا وحط اثنين علشان أخلي البوتاسيوم اثنين زيه فهروح ضارب برا هنا كده البوتاسيوم ده كده في اثنين هيغير كل حاجة بالنسبة للجزء ده لأن الاثنين مضروبة في البوتاسيوم ومضروبة في الاكسوجين ومضروبة في الهايدروجين يبقى 2 في الكي حشته بالواحد وحط 2 2 في الاو ب2 ومعانا هناك 2 يبقى مجموعهم بقى كام بقى 4 طب و2 في الاتش بقى 2 اتش يبقى هنا الاتش بقى 2 طب يلا كده بقى بص كده معي بص عملت 2 بس في المعادلة البوتاسيوم بقى موزون 2 والاكسوجين بقى 4 زي ما انت شايف والهايدروجين بقى 2 متساوي والكربون موزون زي ما انت شايف يبقى المعادلة الكيميائية اصبحت موزونة وبنكمل مع بعض نوع تاني من المعادلات وحناخد معادلة زي كده تفاعل السوديوم مع الكولور علشان يكون كولوريد السوديوم اللي هو NaCl احنا عندنا السوديوم هنعمل كده ال Na تحته وبعدين الكولور السي L تحته ونحسب ونقول بقى عدد الزرات السوديوم كم واحدة برافو واحدة والكولور كم واحدة اتنين طب الجنب التاني ال Na عندك قدامك اهيه واحدة والسي L برضو واحدة يبقى السي L كده ايه بتساوي واحد برضو السوديوم موزون لكن الكولور هو اللي مش موزون طيب الكولور هنا واحدة وهنا اتنين اروح ضرب برا في كام اضرب برا هنا فيه اتنين عشان اللي اتنين تبقى مضروبة في السي L فتبقى باتنين سي L زي دي يبقى اتنين في السي L هروح شاطب اللي الواحد وحط ايه اتنين واللي اتنين في السوديوم باتنين يبقى ال Na بقت اتنين اصبح الكولور كده اتنينات وموزون لكن السوديوم هنا اتنين زرة وهنا واحدة تم تيجي بقى بره هنا حط 2 في السوديوم يبقى 2 في السوديوم هتتحول الى 2 واصبحت المعادلة موزونة تماما بطريقة سهلة وبسيطة هنشوف مع بعد كده تفاعل تاني هناخد اكسيد الحديد F-E-O بيتفاعل مثلا مع الكربون C علشان يدينا الحديد لوحده F-E زائد غاز ثاني اكسيد الكربون يلا بينا كده نطلع كل حاجة لوحدها ادي الحديد F-E و ادي الاكسوجين O و ادي الكربون C في الجنب اللي هو على الشمال عندك كم حديد وحده F-E وحده والاكسوجين عندك وحده والكربون عندك وحده طب الناحية التانية ادي الحديد F-E عندك وحده عندك الكربون برضه وحده يبقى هنا الكربون اللي هو C عندك زرة طب الاكسوجين بقى كام ال-O هنا عندك اتنين قدامك اهمت بالمنظر دوت يبقى الحديد موزون والكربون موزون لكن الاكسوجين مش موزون طيب هنا الاكسوجين عندك اتنين وهنا واحدة تروح جاية عند الواحدة وتخليها اتنين تروح ضارب برا في اتنين بس ضربت اللي اتنين في ال-O هتبقى باتنين O وكمان في ال-F-E مضروبة يبقى هنحول بقى اتنين في ال-O باشتوا بال-A الواحد وحط مكانها اتنين واثنين في الحديد باشتوا بالواحد وحط اتنين اصبح كده عند الكربون موزون واحد واحد الاكسوجين موزون اتنين اتنين لكن الحديد مش موزون اتنين هنا واحد هنا هعمل ايه؟ هاجة عند الحديد هنا واروح ضربه في اتنين اتنين في ال-F-E اشتب الواحد وحط اتنين وبكده المعادلة اتنين اتنين واحد اتنين اتنين واحد واصبحت المعادلة موزونة تماما نشوف تاني معادلة غيرها ال-Si اللي هو السيليكون O2 اللي هو السيليكون اوكسيد او اوكسيد السيليكون هخليه يتفعل مع الكربون هيديني ال-Si سي زائد السي أو اللي هو اوكسيد الكربون نبدأ بقى انطلع كل حاجة لوحدها على جنب هنطلع السيليكون ال-Si بنشوف عدد زراته في الشمال كام والاكسوجين عدد زراته كام والكربون عدد زراته كام في ناس هتقولك بيجيب الكلام ده منين قادي السيليكون اهو وقادي الاكسوجين اهو وقادي الكربون اهو اللي هو الجنب الشمال يتفضل الجنب اليمين هعمل سيليكون برضو وهعمل اكسوجين برضو وهعمل كربون برضو عشان هما موجودين في اليمين وفي الشمال عدد زرات السيليكون كام قدامك واحدة ال-Si واحدة عدد زرات الاكسوجين كام اتنين قدامك O2 والكربونة وحدة قدامك طابعا ننحية التانية عدد زرات السيليكون وحدة اهي قدامك عدد زرات الاكسوجين واحدة بس عدد زرات الكربون ادي وحدة وواحدة يبقى مجموعهم كام اتنين السيليكون موزون الاكسوجين مش موزون الكربون مش موزون يبقى عندي اكتر من حاجة مش موزونة طيب انا عندي هنا الاكسوجين هنا وحدة و hierna كام اتنين فانعايز اخلي الواحدة دي اتنين فاروح جاي يضارب هنا برا فيه اتنين هتبقى اتنين في السي واتنين في الاو اللي اتنين في السي حاشتب على السي كده اتنين هنا اتنين في السي باتنين ومعاك واحدة هي يبقى السي بقى وكام بقى ثلاثة يعني بص اتنين اهم وواحدة هي يبقى ثلاثة طيب واللي اتنين في الاكسوجين الاكسوجين اصبح اتنين يبقى عندي السيليكون هنا اصبح موزون واحد واحد الاكسوجين اصبح موزون اتنين اتنين لكن الكربون هنا تلاتة وهنا واحدة فهاجي عند الكربون وحط كام تلاتة يبقى تلاتة في السي هروح شاطب دي وعامل كام تلاتة يبقى اصبح الكربون كمان موزون وبكده المعادلة تتوزن تماما هناخد تحدي تاني ومعادلة اكبر وهنبدأ بالمعادلة اللي هي ف اي سي ال سري كلوريد الحديد تلاتة زائد هيدروكسيد السوديوم اي اي او اتش هيدين اي او اتش الكل تلاتة وبدأ يظهر عندنا اقواس وتحدي جديد ان يبقى عندك اقواس في المعادلة مع ال اي اي سي ال اللي هو كلوريد السوديوم المعادلة هنعمل ايه نعمل نفس الشغل طلع الحديد اللي هو الف اي بكام كام واحدة وعندك الكلور اللي هو السي ال هتشوفه بكام زرة وعندك السوديوم اللي هو ان ايه هتشوفه كام واحدة وعندك الاكسوجين اللي هو الاو هتشوفه كام زرة وعندك اخر حاجة اللي هو الهيدروجين اللي هو الاتش هتشوفه كام واحدة طيب انا عندي هنا الحديد كام واحدة زرة واحدة واحد الكولور قدامك كام دول؟ ثلاثة السوديوم واحدة الاكسوجين واحدة والهايدروجين واحدة طيب نيجي للنحية التانية ادي الحديد اهو F E وبعدين الكولور C L وبعدين الناتروجين N A وبعدين الاكسوجين O وبعدين الهايدروجين H الحديد قدامك اهي واحدة يبقى حط اهي واحد بس بص بقى لما يبقى عندك قوس زي ده يبقى كل اللي موجود جوه القوس مضروب في التلاتة اللي بره ديت يعني ال O بره تلاتة يبقى تلاتة اكسوجين على طول يبقى هاجي كده عند الاكسوجين كده وحط كام تلاتة طيب الهايدروجين في تلاتة برضو الهايدروجين بتلاتة يبقى هاجي هنا عند الهايدروجين وحط كام تلاتة السوديوم قدامك اهي واحدة يبقى السوديوم هيبقى واحدة والكولور C L هيبقى كام واحدة بص كده الحديد موزون والسوديوم موزون لكن عندك هنا الهيدروجين مش موزون وعندك الاكسوجين مش موزون وعندك الكلور مش موزون طب هنوزن المعادلة دي ازاي هنشوف مع بعض كده حاوزن الاكسوجين الاكسوجين هنا 3 وهنا 1 فهاجي هنا هضرب فيه 3 هضرب في 3 التلاتة هضربها في ال-N-A وهضربها في ال-O وهضربها في ال-H يلا هنضرب كده 3 في ال-N-A هتبقى ب3 سوديوم اشتب دي كده وحط 3 سوديوم وبعدين 3 في ال-O ب3-O يبقى هشتب الواحد ده وحط 3 وبعدين 3 في ال-H ب3-H يبقى هشتب الواحد ده وحط 3 يعني بحل سحر بسيط انا حولت الاكسوجين بقى موزون والهيدروجين بقى موزون بس السوديوم عندي هنا بقى 3 وهنا كام واحد فلازم اوزن السوديوم طب السوديوم هنا ان ايه واحدة يبقى عشان اخليها تلاتة لازم اضربها ايه في تلاتة يبقى هاضرب هنا في تلاتة تلاتة في السوديوم بتلاتة سوديوم اشتب السوديوم وخليه تلاتة وتلاتة في الكولور بتلاتة كلور اشتب الكولور وخليه تلاتة يلا بصي بقى كده معايا ادي واحد واحد الحديد موزون تلاتة كلور تلاتة كلور موزون ثلاثة صوديوم ثلاثة صوديوم موزون ثلاثة أكسوجين ثلاثة أكسوجين موزون ثلاثة هيدروجين ثلاثة هيدروجين موزون أصبحت المعادلة كده متزنة كيميائيا وبنشوف مع بعض كده معادلة تانية علشان نتعلم وزن المعادلة هذه الألمونيوم AL هخليه يتفاعل مع حمد الكابريتيك H2SO4 علشان يديني كابريتات الألمونيوم AL2SO4 الكل باي 3 زائد H2 يتصاعد اللي هو الهايدروجين طيب نبدأ بقى نطلع كل حاجة زي ما تعلمنا هذه الألمونيوم AL وهادي الهايدروجين H وهادي الكابريت S وهادي الأكسوجين O هذه الألمونيوم أهو والهايدروجين أهو والكابريت أهو والأكسوجين أهو كل اللي موجود في الجنب الشمال طيب كم ألمونيوم عندك واحدة كم هيدروجين اتنين احط اتنين كم كابريت واحد احط ايه واحد كم أكسوجين اربعة احط كم اربعة تمام اجل نحط تانية اعمل الألمونيوم واعمل الهايدروجين قصد بعض واعمل الكابريت واعمل الأكسوجين واشوف عدد الزرات قد ايه عشان اتصرف عشان اوزنهم الالمونيوم قدامك اتنين يبقى حط هنا اتنين نيجي بقى للقوس ده كله كل اللي جوه القوس مضروف في تلاتة الاس مضروف في تلاتة يبقى تلاتة اس يبقى تلاتة كابريت والاكسوجين او اربعة مضروف في تلاتة باثناشر يبقى الاكسوجين ده بكام باثناشر وبعدين الهايدروجين في الاخر عندك كام عندك اتنين اهم طيب اول حاجة اوزن المعادلة دي ازاي انا عندي هنا الهايدروجين اتنين وهنا الهايدروجين اتنين عندي هنا الكابريت واحد وهنا الكابريت تلاتة عند الاكسوجين هنا اربعة طيب الكابريت هنا تلاتة وهنا واحد لو حطيت تلاتة جنب حمد الكابريتيك هنا هيبقى تلاتة في الاتش تو وتلاتة في الاس وتلاتة في الاو فور علشان اخلي الاكسوجين اتناشر ما الاكسوجين عندك هنا كام اتناشر وهنا اربعة فلازم اضربه في 3 عشان يسوي الجنب ده يلا اشتغل معايا 3 في 2 هيدروجين ب6 يبقى هنا عندنا الهيدروجين بقى كام بقى 6 3 في الكابريت S ب3 يبقى ال S بدل معي واحدة هتبقى 3 و 3 في 4 اكسوجين اللي في الاخر ب12 اكسوجينة يبقى هنا عندي 12 واضح ان الاكسوجين اتوزن معاك 12 واضح ان الكابريت اتوزن معاك 3 لكن فاضل عندك الالمونيوم والهيدروجين لسه ما توزنوش الخطوة التانية ان انا حوزن الهيدروجين حاجة جنب الهيدروجين هنا عشان الهيدروجين هنا 6 وهنا كام 2 فاروح ضربه في كام في 3 يبقى 3 في 2 ب6 يبقى اشتب دي واخليها 6 يتفضل الالمونيوم عندك هنا 2 المونيوم وهنا واحدة المونيوم لو ضربت الالمونيوم نفسه في 2 برا يبقى المعادلة كده حطيت هنا 2 وحطيت هنا 3 وحطيت هنا 3 واصبحت المعادلة موزونة تماما ونشوف مع بعض كده معادلة تانية علشان نأكد موضوع وزن المعادلة عندنا النشادر اللي هو NH3 هخليه يتفاعل مع اكسيد النحاس اللي هو CO علشان يديني النحاس لوحده ويديني النيتروجين N2 ويديني مية كمان H2O هنعمل ايه زي ما تعلمنا هنطلع كل حاجة طلع النيتروجين هنا اهو ال N ورامنه الهايدروجين ورامنه النحاس ورامنه الاكسوجين وحط عدد الزرات بتاعتهم في الجنب الشمال كم نيتروجينة واحدة كم هيدروجين تلاتة كم نحاس واحدة كم اكسوجين واحدة تعال جنب التاني حط ال N وحط ال H وحط ال C U وصد التانيين بالزبط وال O ويلا عد معايا كم نيتروجين اتنين هوم N2 كم هيدروجين اتنين H2 كم نحاس واحدة كم اكسوجين واحدة واضح ان النحاس موزون والاكسوجين موزون يبقى المشكلة عندي في النيتروجين وفي الهايدروجين الخطوة الاولى اللي انا هعملها اللي هي هنحط اتنين قبل النشادر هنا هوت علشان النيتروجين هنا 2 وهنا النيتروجين 1 فلو ضربت هنا في 2 هخلي النيتروجين ب2 يبقى 2 في ال N ب2N بس اللي 2 مضربة في ال H3 يعني 2 في 3H ب6 يبقى الثلاثة دي بقت كم بقت 6 يبقى دي الخطوة الاولى ان انا وزنت النيتروجين فضل عندي الهيدروجين 2 هيدروجين وهنا 6 الهيدروجين هنا 6 وهنا 2 طب لازم اخل لنا الاتنين دول 6 هروح ضربهم في كام برافو عليكم اضرب في 3 يبقى 3 في 2H ب6H يبقى كده الهيدروجين عندي توزن بس الاكسوجين بقى 3 في الأو ب3 أو يبقى هعمل هنا 3 اصبح عندي المشكلة في مين في اللي هو الاكسوجين الاكسوجين هحط هنا 3 عشان اخليه 3 في الأو ب3 أو بس النحاس بقى كام معايا بقى 3 يبقى هنا فاضل النحاس بقى رحاتت هنا 3 أصبحت النحاس هي كمان ب3 يبقى انا حطيت 2 في الأول و3 هنا و3 هنا و3 في الآخر وتوزنت المعادلة معايا بقى عدد زرات العناصر على الشمال بيساوي عدد زرات العناصر على اليمين وبكده المعادلة الكيميائية أصبحت موزونة معنا أرجو ان احنا نكون استفدنا من درسنا النهاردة ومن حصتنا النهاردة علشان موضوع وزن المعادلة يبقى بالنسبة لنا أمره ساهل ودي الطريقة اللي أنا شرحت بيها إزاي نوزن المعادلة وإحنا تعلمنا إزاي نوزنها طبعا ما ننساش لو عجبنا الفيديو نعمل لايك وشير وأهم حاجة يا جماعة لو ما اشتركناش في القناة طبعا نلحق نشترك فيها علشان نستفيد من كل الحاجات اللي احنا بنقدمها ليكم بإذن الله أشكركم كان معكم معلم خبير محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته